تتسع رقعة تفشي سلالة أوميكرون الجديدة وتتفاقم معها مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب لتعزز من التوقعات بتوجه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وحلفائها لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل الإنهيار الحاد في أسعار الخام لأدنى مستوى لها منذ قرابة ثلاثة أشهر في أسوأ أداء يومي لها منذ عام ونصف معطيات من شأنها أن تدفع بالكارتل النفط للتراجع عن خطة تتضمن ضخ أوبيك وشركائها أربعمائة ألف برميل أخرى يوميا للسوق شهر جنفي القادم في ظل سعيهم لاستعادة الإنتاج الذي توقف خلال انتشار الوباء العام الماضي وهنا تنقل وكالة رويترز عن من دوبين طلب عدم الكشف عن هويتهم أن المجموعة تدرس بالفعل قرار التوقف عن الزيادة مؤقتا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون آخرون الإفراج عن مخزونات النفط للحالات الطارئة الإثنين الماضي توجه سبقته تحذيرات سعودية بلسان وزير المملكة للطاقة عن عودة أسواق النفط الخام العالمية لتسجيل فائض في العرض خلال الشهر المقبل بتزامن مع تعرض الطلب للخطر بسبب حالات العدوة الجديدة وضع دفع بكبريات بنوك الاستثمار الأمريكية والبريطانية لوصف عودة تحالف النفط إلى خيار خفض الإنتاج ضمن السيناريوهات المنطقية والممكنة بالنظر لتفاقم الحالة الوبائية وهشاشة الطلب العالمي على الطاقة